السلام عليكم مشاهدين أهلا بكم إلى معرض إلى همم تدولته وصحف الوطنية والدولية لنهار اليوم البداية بيومية الحياة التي عنونت بالبنط العريض على صفحتها الأولى الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الأعلى للأمن حيث ترأس عبد المجلس تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمس الأربعاء اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصصا لدراسة الوضع العام في البلاد والحالة الأمنية المرتبطة بدول الجوار والساحل وفي هذا الصدد أبدى المجلس الأعلى للأمن أسفه لتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر من قبل بلد عربي شقيقة في نفس الموضوع كتبت جريدة المجاهد الناطقة باللغة الفرنسية وعنونت الجزائر تعرب عن أسفها حيث أبدأ المجلس الأعلى للأمن المنعقد أمس الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجلس تبون أسفه من التصرفات العدائية لبلد عربي انتجاه الجزائر وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أمس ترأس عبد المجلس تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزيرها الدفاع الوطني الأربعاء اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصصا لدراسة الوضع العام في البلاد والحالة الأمرية المرتبطة بدول الجوار والساحل وفي هذا الصدد أبدأ المجلس الأعلى للأمن أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر من طرف بلد عربي شقيقة تطرقت يومية الإكسبريسيون إلى احتفال الجزائريين بمناسبة رأسه السنة المازيغية حيث تشهد الأسواق الجزائرية بمناسبة رأس السنة المازيغية يناير تنوعا كبيرا في المنتجات المعروضة خاصة تلك التي تتلاءم مع روح المناسبة مثل الحلويات والمكسات وباقي الأوكلات المطلوبة وبهذه المناسبة تم تتشين سوق يناير بالمركز التجاري بالبريد المركزي المحطة الثانية في هذا الحدث الذي يسبق الاحتفالات الرسمية برأس السنة المازيغية 2974 حيث يجمع بين الأصالة والحدثة ويمثل فرصة للعديد من الحرافيين الشباب من مختلف ولاية البلد لنقل رسالة التقاليد على مدار الأسبوع عادت يومية الاقتصادية الأولى إلى انتزام الجزائر بخفض التأثير على البيئة في صناعتها النفطية والغازية وعنونت انتاج الغاز الطبيعي يصل إلى 146.7 مليار متر مربع في 2028 حيث كشف المدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم ميلود مجلد عن بلوغ انتاج الجزائر من المحروقات الأولية 194 مليون طن مكافئ نفط في 2023 مع ارتفاع انتاج الغاز الطبيعي بفضل دخول حقول غازية جديدة حيز الانتاج فيما بلغت الصادرات 97 مليون طن مكافئ نفط بزيادة 3.5% مقارنة بسنة 2022 مشيرا بخصوص انتاج الغاز الطبيعي انه سينمو بمعدل 1.4 سنويا ليصل إلى 146.7 مليار متر مكعب في سنة 2028 تطرقت يوميتو الوطني إلى عمل الجزائر ومالي على استئناف المصرية الطبيعي للعلاقتهما بعد خلاف ديسمبر 2023 الذي تميز باستدعاء سفيريهما للتشور وانتهت الازمة غير المسبوقة في تاريخ البلدين يوم الجمعة الماضي بعودة الممثلين الدبلوماسيين إلى مقريهما في كل من باماكو والجزائر العاصمة وبدأ بوادر والتقارب تتضاعف وبحسب وسائل اعلام مالية من المنتظر يوضح وفد من الحكومة الانتقالية في مالي خلال الأيام المقبلة بالجزائر العاصمة موقفه من تنفيذ اتفاق الجزائر لسلام الذي أبرمته جميع الأطراف المالية سنة 2015 عادت يومية الخبر الانتخاب المغربي لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي لسنة 2024 وعنونة مستعمر يدافع عن حقوق وحريات الشعوب لم يشكل خبر انتخاب المغرب الرائد في انتهاك حقوق والحريات لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سنة 2024 مفاجأة ما دمت المعايير قد تغيرت بل لم تعد هناك معايير واضحة تحكم الهيئات الدولية لا سيام الأممية منها إذ كيف للدول التي صوتت لصالح المغرب الدولة المحتلة لأراضي الصحراوية أن تغفل عن التقارير السوداء التي تضع هذا البلد في قائمة الدول الأكثر تقييدا للحريات وانتهاكا للحقوق مشاهدين في شاني الدولي ارتكز اهتمام يومية الشرق الأوسط حول مقترح قطري جديد لإنهاء حرب غزة فبينما يبحث مجلس والحرب الصهيوني مقترحا جديدا من قطر لاستئناف مفاوضات تبادل الأصرى والمحتجزين لدى حركة حماس وإنهاء الحرب في غزة عذرا قال أسامى حمدان القيادي في الحركة أنه لا توجد مبادرات مقبولة بلم تقم أساسا على الوقف الكامل للحرب على غزة وأوضحت هيئة البث الصهيوني أمس الأربعاء أن المقترح الذي وصفته بأنه جديد للغاية يشمل بنودا عدة أهمها خروج قادة حماس من قطاع غزة وانسحاب قوات الكيان الصهيوني منها وإطلاق صراح المحتجزين في القطاع على الدفوعات بيوم يأتي الشرق الأوسط مشاهدين نصل إلى نهاية معرض الصحافة للنهر اليوم شكرا على حسن المشاهدة والمتابعة في أمان الله